اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نبدأ بالنظرات الاولى النظرات الاولى تقول ان ايميلي لم تكن تستطيعا تنجب وجميعنا يعلموا هذه النظرية تقريبا من ادران ارابيك نحن كما رأينا في حلقة التطور على ان جابريال قد اعطى ميراكوليس الطاوس لاميلي وكان هو محطم لكنهم لم يعلموا ان هذا التحطم قد يسبب ادى لاميلي لان جروح ميراكوليس الطاوس يسبب جروح للشخص الاخر لكن لم يكن هناك اي فلاشباك لماضي ايميلي او حتى كيف انجبت لذلك فانيسا قوم بقصة قليلة لقد كانت ايميلي لا تستطيعا تنجب وكان جابريال وناتلي وايميلي في جبال التابت ومن بعدها وجدوا ميراكوليس الطاوس واستعملته ايميلي والتي كانت لا تعلم خطورته الا بعدما اصلحت ايدريان لكن لم تكن تعلم انه سيكون بهذه الطريقة لانها كما نعلم انه وحش مشاعر هي اعتقدت انه سيكون بشريا كاملا وليس وحش مشاعر لكن في نهاية تقبلت حقيقة امره لكن بعد كل ذلك ميراكوليس طاوس سببها في غيبوبة لكن نحن نعلم ان ميراكوليس طاوس استعملته مرة واحدة فلن يسبب لك اذى هذا يعني انها استعملته اكثر من مرة وهذا يعني انه قد حصل نفس ما حصل لفيليكس لكن الشيء الغريب في هذه القصة والتي اشعر انه ناقص كيف عرف ايدريان ان هذه والدته وكيف يعرف انها متوفاة منذ سنة لذلك هذه النظرية ليست قوية جدا ولا بأس ان كنتم تريدون ان تكتبوا لها قصة ويشي من هذا القبيل فاني ساستقبل كل الكومنتات النظرة الثانية والذي هو ان ايدريان هو نفسه فيليكس ألم تلاحظوا شين قد حصل في الموسم الثالث عندما جاءت ايمالي وهنا ايدريان استغرب وقال والدتي اذا مشاهدوا هذا المقطع فانصحكم ان شاهدوه لاني قد تكلمت عن نظرة حوش المشاعر في تلك المقطع كثيرا جدا سأترك لكم رابط المقطع في صندوق الوصف والان لنعطي هذه النظرية حقها هذه النظرية تقول على ان ايمالي كانت تستطيعا تنجب واميلي لم تكن تستطيعا تنجب فاميلي اخذت شعرة من ولد ايمالي والذي هو فيليكس وبما انهما متشابهتان قد ادخلت هذه الشعرة في ميراكولستاووس ومن بعدها صنعت ايدريان وهنا ايدريان اعتقد انها والدته ولان هذا سبب عيد لكونه رضيع في ذلك الوقت لذلك اعطي هذه النظرية ثمانية من عشرة لان كما ارى انها نظرة وقعية جدا اخبروني انتم رأيكم في التعليقات على هذه النظريات النظرة الثالثة قليلا محزنة ولو اريد ان تحدث بها كثيرا هي ان ايدريان كان موجود ثم لم يعد موجودا اعتقد انكم فهمتم ماذا حصل اعتقد انكم قد فهمتم ماذا اقصد عندما كان موجودا لم يعد موجودا صحيح النظرة هذه تكون مواكسة لجميع النظريات فان هذه النظرية ان ايمالي قد انجبت وقد جابت والدا وسمته ايدرين ولكن بعدما كبر ايدريان وصار تقريبا في الحضانة جاءت اليه شاحنة تقريبا ايميلي لم تنتبه على وجودها فصدمت ويعلم الجميع لنذهب فبعدما صدمت ايدريان الشاحنة ايميلي دخلت في حالة هلوسة او وحدة او انطبائية لكن قابل هنا وجد ميراكولستاوس واميلي استعملت وان لا ادري لماذا حقا تضحي بنفسها من اجل ان تعيد ايدريان وكما حصل في النظرة السابقة لكن هذه المرة اخذت دمن من ايدريان ومن بعدها صنعت ايدريان لكنها تضررت في نية الامد ودخلت في غيبوبة اخبروني اراءكم كم تقيموا هذه النظرية والمعلومة اذا تريدون ان تقيموا اعطوا نظرية واحد وبعدها قيموا 19 او 20 من هذا القبيل نظرية اثنين يعني مثل هذا والنظرية الرابعة والاخيرة والذي نتحدث فيها كثيرا هو ان فيليكس او والد فيليكس قد استعمل ميراكولستاوس وايضا ايميلي هذه النظرية تحتاج الى شرح كثير انتم اخبروني اراءكم في التعليقات او اي قصة تريدون ان تخبروني ومن بعدها سأقوم بتثبيته اعلموا اني قد وعدكم اني سأتحدث عن فيليكس وعن ماضيه لكن لم اسطح ذلك في هذا الفيديو لكن ان وصل هذا الفيديو الى مئة لايك فاني فقط لن اتحدث عن ماضي فيليكس بل ايضا سأتحدث عن ماضي كاغامي ونعم هذه الشخصية هي التي كتبت القصة في الفيديو السابق شكرا لها من القلب لقد كتبت قصة رائعة وقد عجبتني حقا واعذروني ان لم اسطع نزل في الاسابيع القادمة اي فيديو لان ما عني مدرسة واختبارات لذلك ادعو لي وشكرا لكم على الدعم الاخير في الفيديوهات السابقة حقا شكرا شكرا لكم لا تنسوا الاشتراك في القناة فيليكس ارابيك لانه يقدم محتوى الصوري عن كارتون ميراكلس ووريدكم ان تصوه 700 مشترك سأترك لكم رابط قناتي في صندوق الوصف لا تنسى الاشتراك في هذه القناة ومتابعة حسابي على انستجرام ارجوكم تابعوا حسابي على انستجرام ووريدوا نص المئة متابع كان معكم احمد من قناة كارتلوس سلام تمهلوا لا ترحلوا لا تيأسوا احتاج اليكم فانا اثق بكم لا اريد ان اخسركم بصراحة انا من كل قلبي من قلبي احبكم لا استطيع العيش من دونكم سافتقدكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة